اتقال عليكم مينا أخضر ليه؟ آه ده أهم سؤال بقى آه ده السؤال اللي أنا يعني بيحب أتكلم فيه طب بتفضل السؤال اتقال علينا مينا أخضر لأن احنا بنهتم بالبيئة آه اهتمامنا بالبيئة عالي جدا جدا آه وده على فكرة توجه عالمي كلنا عارفين أن العالم النهاردة بيسعى لتقليل نسبة الهايدرو كاربونز اللي بتطلع في الجو نتيجة عوادم سواء السيارات سواء السفن بقى بالنسبة أن احنا اللي خصنا في الموضوع السفن وطبعا السفن فيها مولدات وماشينز بطاقات كبيرة جدا فتطلع عوادم كبيرة جدا آه فاحنا الحقيقة من قوائل الحاجات اللي عملناها وبعد كده حكاها عدد بقى الحاجات السبب للأسباب الأخرى عملنا منظومة جديدة جدا دي احنا المينا بتاعتنا متميز بيها مش في المواني مصري بس لا وافريقيا والشرق الأوسط بل ونقدر نقوله كمان احنا من خمسين مينا في العالم اللي يطبق هذه المنظومة اسمها ايه ايه طيب اللي هي انشور باور سابلاي ده انا لازم طبعا مضطر اقول الاكستبريشن بتاعها الانجليز عشان كله يبقى عرفها انشور باور سابلاي بمعنى ايه ان انا بطالب ان جميع السفن اللي تخش عندي المينا انه يعمل شط داون للجينريتورز بتاعته ما يشغلهاش وانا بديله القهربة من عندي من البر ليه لان هو لما هيشغل الجينريتور فبيطلع عدم مش كده الجينريتور بيشتغل بوقوت سولر فلازم هيطلع عدم تمانت هتديره طاقة باورا انا بديله طاقة من البر طاقة من البر طاقة قهربية جايات من البر واخدها من المولدات اللي عندي في البر واخدنها من المحط التوزيعي للقهرباء بتاع الدمياط مفيهاش اي اه 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 وقود بي اه بيعمل ملوسات بعد كده هو الهدف منها كده هو الهدف من المنظومة اساسا ان انا بقلل اه الهيدرو كاربون السي او تو اللي هو بيطلع حاجات اللي بتحرق بعد كده اللي بتحرق وطلع العدم ده اللي بيلوس الجو هل هي بتقول لي الميزة دي اه في المنطقة وافريقيا افريقيا اول ميناء في افريقيا الشرق الاوسط الشرق الاوسط في ميناء واحدة في اسبانيا ابتدأت لسه هتطبقها في اغسطس اللي جاي عاملين لها ماركتين جغير عادي لا احنا مطبقينها دلوقتي بقالنا اكتر من سنة وشوية ده عزو قلت الحضرات الجديدة بتوصل العادم اللي بيطلع من السفن عندي طول ما هو وقف في الميناء المركب بتقف ست سبع أيام مثلا تخيل حضراتك لما يقف في الميناء حوالي خمسة وعشرين سفينة وكل واحدة فيها مشغالة مولد واثنين وكل دول بيحرقوا وقود وكل ده بيطلعوا برا